طيب من المملكة المتحدة إلى جمهورية مصر العربية النهاردة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بافتتاح القرية الأولمبية لأهيئة قناة السويس واستمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن تصميم القرية اللي بتضم أحدث الاستاذات الرياضية ونادي صحي رياضي ووحدة للطب الرياضي لعلاج الإصابات الرياضية وأكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قناة السويس حققت إرادات رغم الركود الذي يشهده العالم كما أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمولها من إرادات الهيئة وقال السيد الرئيس أيضا أنه هيتم إنشاء تلات موانئ لليخوت من إرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة وأوضح أنه هذه المشروعات لا يتم تنفذها بطريقة عشوائية وهنا مش بنتكلم عن المشروعات دي بس إنما الكلام ده كان حتى بصفة عامة على كل المشروعات اللي بتنفذ في الدولة إنها لا يتم تنفذها بطريقة عشوائية أو بناء على وجهة نظر إنما ده من خلال دراسات ومكاتب استشارية عالمية لأنه بنتكلم على مشروعات بينفق عليها مليارات مليارات ولذلك أكد السيد الرئيس أن كل المشروعات اللي بنتم دي بتكون وفقا لدراسات دقيقة جدا وبيتم فيها كمان الاعتماد على عدد من مكاتب الاستشارات العالمية الحقيقة ما كانتش دي الفعلية الوحيدة إنما يمكن السيد الرئيس أيضا النهاردة شاهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس وكان فيه كلام كتير جدا الحقيقة أشار إليه سيادة الرئيس في إطار كلمة سيادة النهاردة واللي يمكن جزء منها الجزء الأخير منها كان جزء كبير منها بيتكلم على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي يمكن في نهاية حديث سيادة الرئيس كان وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وتبادل أو الاستماع للأراء الاقتصادية المختلفة ومناقشة مستقبل الاقتصاد المصري ويكون ذلك بمشاركة كل المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد خاصة أيضا أصحاب الأراء المختلفة سيادة الرئيس قال يعني أنه حريص على ده وبيدعو أن ده يتم بالفعل عشان عايز يستمع للأراء المختلفة وأيضا قال أنا عارف أن في حوار وطني موجود واحد من الملفات الرئيسية والمحاور الرئيسية الموجودة فيه هو المحور الاقتصادي قال إنما كمان دي فرصة أن المؤتمر ده يكون آخر الشهر عشان نسمع بعض الأراء وكمان نتسمع احنا لازم نرد على هذه الأراء ونوضح الإجراءات اللي بتتم والأولويات اللي بتتم والمشروعات اللي بتتم إيه الهدف منها إيه اللي حقق إرادات المشروعات دي بتتم ليه في هذا التوقيت لأن يمكن أيضا في إطار حديث سيادة الرئيس كان بيشيل مجموعة من المشروعات وبيشيل ليها كمان من منطلق إنه هي ليست رفاهية إن فيه مشروعات مش رفاهية النهاية بتتعامل دي لازم تتعامل وضروري نهاية تتعامل فيه قطاع النقل فيه قطاع الكهرباء فيه قطاع الطاقة بصفة عامة وده يمكن هنتكلم على جزء منه في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر